كذلك فقد أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالا زايد عن استهداف تطعيم العاملين في وزارتي التربيع والتعليم والتعليم العالي والبالغ عددهم حوالي خمسة ملايين ونصف المليون مواطن قبل بدء العام الدراسي وجاءت الوزيرة الدعوة للعملين في الوزارتين للتسجيل على موقع لقاحات كورونا وسوف تصلهم رسائل تلقي اللقاح خلال اثنتين وسبعين ساعة مشيرة إلى إمداد وزارة التعليم العالي باللقاحات واللوجستيات اللازمة لتطعيم العاملين والطلبة وعلنت وزارة الصحة عن تخصيص مركز للتطعيم في مقر البعثات الخارجية التابع للتعليم العالي للتسهيل على المسافرين لافتة إلى إعطاء جرعة أخرى للمسافرين لأغراض العمل والعلاج والدراسة بالإضافة للتنسيق مع وزارة الهجرة لاستفاء البيانات المطلوبة